مساء الخير اليوم سنجيب على السؤال التالي لماذا لا تطير الطائرات في الفضاء ولماذا نحتاج للسواريخ سأبدأ بشرح مقال من هنا حسنا في بعض الوقت قد لا يبدو الهواء مادة حقيقية مثل الهواء والخشب والمعدن لكن عندما تهب الريح بشكل قوي فقد تكاد تسقطك يبدو الهواء حقيقيا بالطبع يعني في هذه الحالة يبدو حقيقيا وإذا فكرنا في الأمر سنبدأ في فهم مدى أهميته أو جوهريته لكيفية عمل الطائرات إذا فكرنا في الأمر نستطيع أن نبدأ في الفهم ماذا أهميته جوهري مهم جدا الطائرات تستطيع الطيران لأن الهواء المتحرك بجانب الأجنحة يرفعها غالبا ما نفكر في الهواء على أنه رقيق جدا أو دو وزن خفيف ليتمكن من تطبيق وبذل قوة كبيرة لكن بالنسبة لطائرة متحركة بسرعة ذات أجنحة كبيرة بشكل كاف وذات شكل مختار بطريقة ذكية cleverly chosen فالجو يمكنه أن يؤدي المهمة يعني مهمة رفعها Aircraft تعني طائرة أو helicopter chopper أي وسيلة نقل تطير في السماء Aircraft As the plane's engines move the wings forward the air has to flow both over and under them في حين محركات الطائرة planes engines تحرك الأجنحة للأمام move the wings forward فالهواء يتدفق تحتهما في الأسفل وفي الأعلى The air has to flow both over and under them The wings are designed so that net effect is that the air pushes them upward countering the downward pull of gravity الجناحين بطريقة تسمح أن النتيجة النهائية هي أن الهواء يدفعهما للأعلى مضادا بذلك الجذب نحو الأسفل الذي تقوم به الجاذبية countering countering مضادا the downward pull الجذب نحو الأسفل of gravity للجاذبية كلمة downward نحو الأسفل upward نحو الأعلى net effect النتيجة النهائية large passenger planes can't fly much higher than about 12 kilometers the air is too thin above that altitude to hold the plane up طائرة الركاب الكبيرة passenger planes لا يمكنها الطيران أعلى من 12 كيلومترا can't fly much higher than about 12 kilometers فالهواء رقيق جدا أعلى من ذلك الارتفاع لكي يمسك بالطائرة the air is too thin above that altitude to hold the plane up altitude altitude الارتفاع عفا قلت يمسك ليرفع to hold the plane up يعني ليرفع الطائرة نحو الأعلى some kinds of planes can fly much higher بعض أنواع الطائرة تستطيع الطائرة أعلى من ذلك some kinds of planes can fly much higher and one special NASA plane named Helios flew to about 30 kilometers وإحدى طائرات النازة التي تسمى بـ Helios طارت لنحو 30 كيلومترا يعني في الارتفاع على ارتفاع 30 كيلومتر which is far higher than any other plane has traveled وهو أعلى من ارتفاع أي طائرة أخرى أعلى من أي ارتفاع آخر قد طائرته أي طائرة which is far higher than any other plane has traveled at that altitude في ذلك الارتفاع at that altitude the air is 100 times thinner than at sea level وفي ذلك الارتفاع في الهواء أرق بمئة مرة من مستوى البحر أرق يعني أقل كثافة thinner أرق أو أقل كثافة بمئة مرة من مستوى البحر sea level the air gets thinner and thinner the higher you go فالهواء يصبح أقل كثافة كلما ارتفعت إلى الأعلى until there is hardly any air at all إلى أن تصل لمرحلة لا يوجد فيها أي هواء على الإطلاق at all يعني على الإطلاق until there is hardly any air at all in other words بكلمات أخرى أو بسياغ أخرى it's nearly a vacuum up there فهو تقريبا فراغ في الأعلى vacuum vacuum هو فراغ عندنا وزود هوا even the lowest earth orbiting spacecraft orbited around 200 kilometers above earth's surface far above the thick air we're accustomed to and much higher than any plane can reach فحتى أدنى مركبة فضائية the lowest earth orbiting spacecraft spacecraft مركبة فضائية earth orbiting يعني تدور حول الأرض أدنى مركبة فضائية تدور حول الأرض فهي تدور على بعد أو على علو 200 كيلومتر at around 200 kilometers هنا around تعني حوالي تقريبا above earth's surface على سطح الأرض far above the thick air we're accustomed to أعلى من الهواء الكثيف الذي نحن معتادون عليه we are accustomed to and much higher than any plane can reach وأعلى من مما يمكن لأي طائرة أن تصله much higher than any plane can reach most earth orbiters though are placed at much higher altitudes to do their jobs لكن معظم المركبات الفضائية التي تطرح الأرض يتم وضعها في ارتفاعات أعلى لتستطيع القيام بوظيفتها orbiters orbiters يعني مركبات فضائية تطور حول الأرض satellites جاءت من فعل orbit المطار أو يطور حوله altitude altitude الارتفاع some of these jobs include scientific observations بعض هذه الوظائف تشمل المراقبة العلمية scientific observations of the universe للكون that are better than scientists can make when looking through the air as well as observing earth's weather and long-term climate changes يعني هذه الوظائف التي تستطيع تستطيع هذه المركبات القيام بها بشكل أفضل مما يستطيع العلماء هنا على الأرض عبر الهواء لأن العواء يعيقهم better than scientists can make when looking through the air as well as observing earth's weather وتقوم كذلك as well as as well as كذلك بمراقبة تقص الأرض earth's weather and long-term climate changes وتغيرات المناخية طويلة الأمد long-term climate changes taking pictures of earth's changing surface وتأخذ يعني هذه المركبات وتأخذ صور سطح الأرض المتغير changing surface and studying pollution in the atmosphere ودراسة الثلوت في الغلاف الجوي atmosphere to get a spacecraft to even the lowest earth orbit requires a rocket لكي نضع مركبة فضائية في أكثر الطبقات انخفاضا أو في أكثر أقل المدارات حول الأرض انخفاضا فيتطلب الأمر صاروخا requires a rocket يتطلب صاروخ so how is a rocket different from an airplane إذن كيف يختلف الصاروخ عن الطائرة rockets do not depend on air الصواريخ لا تعتمد على الهواء rockets do not depend on air even for burning their fuel حتى لحرق واقودهم even for burning their fuel rockets take advantage of some basic laws of nature that were discovered by the brilliant scientist Isaac Newton late in the 17th century السواريخ السواريخ تستفيد من بعض قوانين الطبيعة الأساسية some basic laws of nature التي اكتشفها العالم اللامع والذكي إسحاق نيوتن the brilliant scientist Isaac Newton في أواخر القرن السابع عشر late in the 17th century one of these وأحد هذه القوانين called Newton's third law القانون الثالث لنيوتن ويقول هذا القانون بأن لكل فعل رد فعل معاكس ومساوين says that for every action there is an equal and opposite reaction this explains what's going on when you blow up a balloon then let it go without tying a knot وهذا يفسر ما يحدث عندما تنفخ balloona when you blow up a balloon وتتركه دون أن تغلق الفتحة تطلقه في الهواء the air rushes out of the mouth of the balloon فالهواء يندفع خارج ثم البالون فتحة البالون rushes out يندفع خارج and that pushes the balloon in the opposite direction وهذا يدفع البالون في الاتجاه المعاكس this law هذا القانون also tells us that to build a powerful rocket we need to shoot out a lot of high speed material opposite the direction we want the rocket to go هذا القانون يخبرنا كذلك بأنه إذا أردنا بناء صاروخ قوي to build a powerful rocket فنحن نحتاج لإطلاق مادة ذات سرعة قوية في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي نريد الصاروخ أن يسير فيه we need to shoot out a lot of high speed material opposite the direction we want the rocket to go that's exactly what a rocket engine is designed to do وهذا تماما ما صمم محرك الصاروخ للقيام به engine engine المحرك most rockets use high speed exhaust gases from burning rocket fuel to propel themselves up and away from earth's surface to the vacuum of space معظم الصواريخ تستخدم الغازات العادمة ذات السرعة العالية high speed exhaust gases from burning rocket fuel من حرق وعقود الصاروخ لدفع أنفسها عاليا وبعيدا عن سطح الأرض لفراغ الفضاء to the vacuum of space propel تعني يدفع propel propel unlike planes they don't need air to lift them up وعلى خلاف الطائرات unlike planes فهي الصواريخ لا تحتاج للهواء لرفعها للأعلى they don't need air to lift them up like everything else that burns rocket fuel cannot burn without oxygen ومثل أي شيء آخر يحترق فوقود الصاروخ لا يمكنه الاحتراق دون أكسجين burn يحترق because it operates where the air is too thin to provide enough oxygen a rocket carries its own oxygen in tanks and mixes it with the fuel just before it's burned لأن الصاروخ يعمل أو يشتغل في مناطق أو مكان فيه هواء غير كتيف أو قليل من الهواء فهو يحتوي على tanks oxygen tanks يعني صهاريج الهواء ويستخدم هذا الهواء ليخلطه مع الوقود mixes it with the fuel قبل أن يحترق because it operates where the air is too thin to provide enough oxygen a rocket carries its own oxygen in tanks and mixes it with the fuel just before it's burned rockets not only make space exploration possible but they also enable us to explore our own planet in ways we could never do even from an airplane الصواريخ لا تسمح لنا باستكشاف الفضاء فحسب لكنها تمكننا كذلك من استكشاف كوكبنا بطرق لا يمكننا أن نقوم بها عن طريق الطائرة شكرا لكم على المشاهدة والاستماع ستجدون رابط المقالة تحت الفيديو وإلى اللقاء في درس لاحق